اشتركوا في القناة لا يكتب التاريخ الا المنتصرين استنوا بقى ايه استريح كده عشان اعرف اتكلم براحتي لا يكتب التاريخ الا المنتصرين اللي بيفوز هو اللي بيكتب التاريخ على كيفه وعلى مزاجه الشخصية الاولى اللي معنا النهاردة في خدعة التاريخ شخصية معروفة على مستوى الوطن العربي تعمل عليها مسلسلات وتعمل عليها سير وتعمل عليها افلام حد عرفها طيب عن ابو زيد الهلال او سيرة ابو زيد الهلال سلامة بركات ابو زيد الهلال هو بطل اشهر ملحمة شعبية معروفة في الوطن العربي ابو زيد هو احد امراء بني هلال ابن عامر من هوازن قبيلة هوازن قبيلة معروفة في الجزيرة العربية وكان قائد الجيوش العربية اللي بني هلال في غزوة بيسموها هجرة بني هلال كانت في القرن الخامس والسادس الهجري انتقلوا فيها من ناجد في الجزيرة إلى جنوب مصر وبعد كده تفرعوا بقى وصلوا لتونس وليبيا والمغرب بني هلال قبائلهم موجودة تقريبا تقريبا في كل الوطن العربي وهم يعتبروا من البدو الرحل اللي كانوا دايما بيضبروا على أماكن صالحة للعيش أبو الزيت الهلال بقى تقريبا أشهر شخصية فيهم اللي تناسجت حواليه أساطير كتير جدا جعلته أشهر شخصية في السيرة الهلالية نبدأ باسمه الأول هو كان اسمه سلامة بركات أبو الزيت الهلالي سلامة بركات سلامة بركات الاسمين كانوا اسمه يعني لأنه أمه كانت مسمياه اسمه وأبوه كان مسميه اسم أبو الزيت الهلالي سلامة بركات ابن رزق ابن نائل ابن عبد الله ابن عامر ابن هلالي ابن صعصع ابن هوازن ابن معاوية ابن بكر ابن منصور ابن عكرمة ابن قيس ابن علان ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان الهلال العمر الهوازني السيرة الهلالية من أضخم وأبقى السيرة الشعبية اللي موجودة في الوطن العرب أما بقى عريس الليلة أبو زاد الهلالي فتناسجت حواليه أساطير كتير جدا عجيبة يعني الغريب إنه ما كانش هو محور السيرة الوحدة السيرة فيها أربع أشخاص مشهورين غيره وعلى فكرة كل واحد من الأربع أشخاص ليه شهرته في مكان معين في الوطن العربي يعني منطقة مصر والشام والجزيرة العربية فيها بو زاد الهلالي هو البطل منطقة المغرب العربي فيها دياب ابن غانم هو البطل في الجنوب الزناتي خليفة هو البطل الأبطال اللي كانوا معاه حسن بن سرحان الملقب بأبو علي أو الملقب بالسلطان ودياب ابن غانم الهلالي والقاضب دير ابن فايد وطبعا أبو زاد الهلالي طبعا الملحمة بتاعت أبو زاد الهلالي مهدت إن هو يوصف وصف فز جدا فكانت بتعتمد على محورين في وصفه الوصف الأول هي فروسيته وقوته وشجعته والحاجات اللي عملها لدرجة خرجت عن تصور الممكن إلى ما يفوق البشر لدرجة وصفه بأنه شخص خارج المحور التاني كان الحيلة والزكاء وإنه يقدر يتنكر في أي زي ويقدر يتكلم أي لغة ويقدر يشتغل أي وظيفة وعنده علم في مجال العلوم ومجال اللغات ومجال الفن عشان كده ظهر المثل المعروف بتاع سكة أبو زاد كلها مسالي يعني هو كان كده ممكن تقول عليه فهلوي يمكن عشان معشرته للمصريين شوية السيرة الهلالية كانت بتدور على أي حجة تبرر بيها فكرة الغزو بتاع أبو زاد الهلالي للزيريين في المغرب وطبعا هي بدأت مع الزناتي خليفة في تونس الفكرة بدأت في السيرة إزاي بقى إن كان فيه ثلاث فرسان فتين صغيرين مع أبو زاد الهلالي حتى فيه ناس كتير أو تعرفهم اللي هم يحيى ومرعي ويونس واحد منهم وقع في الأسر عند الزناتي خليفة فقرر البطل الهمام أبو زاد الهلالي يروح يخلصه فوق في الأسر وبحيلة عجيبة خرافية خد الأسير ده معاه وهرب ورجع على بلاده في نجد وهم قرروا بقى يقوموا معاها قومة رجل واحد ويروحوا ياخدوا بطرهم ويثقروا لأبو زاد الهلالي واللي معاه لأنهم تحبسوا عند الزناتي خليفة ودي كانت الحجة اللي موجودة في السيرة أما بقى القصة الأصلية بأنه هو كان بيدور على مرعة ما كان يعيش فيه فبدأ بحثه في الشام ومصر لحد ما وصل للمغرب فرجع لأهله وقرر أن ياخدهم في الهجرة الهلالية وخرج بيهم من نجد راح بيهم على الشام ولما وصل لمصر حصلت بينه وبين الفاطميين حرب طردوهم فيها إلى صعيد مصر وعاشوا هناك قطاع طرق وعملوا مشاكل كتير جدا أنا لا أطعم في بني هلال بني هلال موجودين دلوقتي في صعيد مصر وفي الشام وفي الوطن العربي كله ناس كويسة ولكن بتكلم عن بدايتهم هم عبارة عن مجموعة من البد والرحل اللي كانوا بيعيشوا بالطريقة دي في الفترة دي برضو كان فيه دولة في المغرب اسمها الدولة الزيريين الدولة الزيرية كانت بتتبع الدولة الفاطمية الشيعية بس ظهر حاكم هناك اسمه المعز بن باديس المربي بتاع المعز بن باديس من هو صغير كان بيربيه على المذهب السني لما كبر وبدأ يحكم الزيريين قرر أنه يخرج من عباية الدولة الفاطمية الشيعية وأنه يلبس عباية الدولة السنية فتوقف عن الدعاء للخليفة الفاطيم المعز بدين الله الفاطيمي وبدأ يدعو إلى الخليفة العباسي القائم بأمر الله طبعا لا يخف عنكم أن الفاطيمين أكيد قرروا الانتقام بس الحاكم الفاطيم وحشيته اجتمعوا اجتماع سري وقرروا قرار في منتهى الخبث قرروا أنهم يضربوا الدولة الزيرية دي ببني هلال وبني سلامة اللي كانوا موجودين في صعيد مصر وقالوا إحنا في الحالتين إحنا كسبانين إذا انتصر الزيريين على بني هلال فهم كده خلصونا من قطاع الطرق اللي عملينا وش تحت في الصعيد وإذا انتصر بني هلال على الزيريين فإحنا كده حصلنا على الانتقام بتاعنا من للسنيين فضربوا الاتنين في بعض في مصادر بتقول أن أبو زيد الهلالي كان شيعي تابع إلى الصفويين وفي مصادر بتقول أنه كان سني ولكن بمجرد ما الحاكم الفاطيمي قال لهم اعملوا كده على طول لبوا النداء وتحرك بني هلال في اتجاه المغرب الدولة الزيرية وقتل المجرم أبو زيد الهلالي قتل المعز بن باديس الزيري حاكم الزيريين في الوقت ده وسقطت الرئيس السنية في المغرب في الفترة دي على إيد المجرم أبو زيد الهلالي أنا بقول المجرم مرتين ثلاثة لأنه فعلا مجرم إن كان حد مصدوم من الموضوع ده دي مشكلتك ده كان باختصار أبو زيد الهلالي تقدر تدخل تشوف المصادر في أي مكان تقدر تخش تشوف الفيديوهات المكتوبة عنه السيرة الهلالية عمل عنها قصيدة تقريبا مكونة من مليون بيت شعب بتصف بطولات وهمية وأسطورية عن شخص كان شوكة في ظهر السنيين لو حد عنده اقتراح لأشخاص التاريخ ظلامهم وعايزين نعمل حلقة عنهم يبعتلي لو حد عنده اقتراح عن أشخاص التاريخ رفعهم لما كان لا يستحقوها برضو يبعتلي لو حد حابب يشترك في كتابة النصوص بس سيب الإيميل بتاعي تحت في صندوق الوصف يقدر يبعتلي عليه أرجو الاشتراك في الصفحة أنا سعيد جدا بالألف وخمسموة مشترك اللي مشتركين عندي شيء صراحة يدعو إلى الفخر أنا سعيد بيكم جدا أتمنى الاشتراك لو أنت بتتفرج من على اليوتيوب وبرضو لو تتفرج من على صفحتنا على الفيسبوك أتمنى الاشتراك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته